فبالتالي عودة الفريق لما بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه والتيم بيبقى متناصق وفيه هارموني وفيه أداء مميز للفن والهندسة موجودة في النادي الأهلي مش موجودة في أي حتى بقى دلوقتي محدش يقول لي الفن والهندسة موجودة في نادي تاني لا اسم الفن والهندسة دلوقتي موجود فيه فريق النادي الأهلي الحالي وده أعتقد ده مسمى هو ده الموجود دائما الروح موجودة الإصرار على الفوز موجود حتى في آخر دقائق موجود ما تستفزش هذا الفريق لأنه ما تضمنش ما تضمنش ممكن يعمل إليه وإنت استفزيته زي ما احنا شفنا فيه مباراة المقاون العرب لهم الحق طبعا في أنه هم يتعاملوا مع المباراة بكل قوة ولكن النادي الأهلي عنده مجموعة من اللاعبين عندهم القدرة على تغيير موقف المباراة من حالة تعادل أو هزيمة ليه حالة فوز وفوز كبير أيضا فزي ما بقولكه ما ينفعش أبدا يكون هدف الدوري مش موجود من النادي الأهلي في ظل هذا الكم والذخم من اللاعبين المميزين للنادي الأهلي في التوقيت الحالي والأداء المميز والشكل المميز والشكل الفني والتكتيكي للنادي الأهلي أعتقد أن وليد أزارو لازم يستفاد منه بشكل كبير وكتنا كلمت في الأسبوع ده اللي فات عليه والنهاردة أو مبارح وليد أزارو بيرد على كلامي بأنه هو يحلز هدفين ويبقى فعلا في مقدمة هدافي الدوري الممتاز 14 هدف ويتبقى أكثر من 11 مباراة للنادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز فبالتالي إن شاء الله وليد أزارو يبقى هدف الدوري الممتاز هذا الموسم بمساعدة طبعا زميله واللعبي